في حرب الجيوش الكبرى وعلى مشارف حرب عالمية ثالثة يروج لها البعض تساؤلات تطرح حول القدرات العسكرية لهذه الجيوش ومن سيصمد في نهاية هذه الحرب إن اندلعت قريبا تتصدر روسيا ثاني أقوى جيوش العالم المشهد العالمي مؤخرا بينما يصنف الجيش الصيني الحليف الروسي في المرتبة الثالثة عالميا ويقدر عدد جنود الجيشين بأربعة ملايين وأربعمائة ألف جندي ولكن هل يستطيع هذا التحالف العسكري الروسي الصيني أن يصمد في مواجهة حلف الناتو لذو أضخم تحالف عسكري يضم ثلاثين دولة ويشارك فيه سبعة وعشرون جيشا بينها الجيش الأمريكي عند مقارنة القوى العسكرية لأضخم سبع ديوش في الناتو بالقدرات العسكرية لكل من روسيا والصين يتبين أن حلف الناتو يتفوق بالقدرات الجوية مع ثمانية عشر ألف طائرة حربية مقارنة بنحو سبعة ألاف طائرة حربية لكل من روسيا والصين أما بالنسبة للأسطول البري فكافة توازن القوى ترجح للجيشين الروسي والصيني الذين يملكان ثمانية عشر ألف دبابة بينما يملك حلف الناتو عشرة ألاف دبابة فقط وهو ما ينطبق أيضا على راجمات الصواريخ حيث يملك الجيش الروسي ثلاثة ألاف وثمانمائة راجمة والجيش الصيني نحو ثلاثة ألاف ومائتي راجمة صواريخ بمعدل سبعة ألاف مجتمعة في حين أن حلف الناتو لديه ألف وتسعمائة راجمة صواريخ فقط أما الملفت هنا فهو التفوق الروسي على حلف الناتو بمعدل الضعف من ناحية أعداد المدافع ذاتية الحركة عند ستة ألاف مدفعا مقارنة بثلاثة ألاف فقط يضاف لهم نحو ثلاثة مدفعا ذاتي الحركة يملكها الجيش الصيني ولكن الوضع يختلف عما عليه من ناحية القدرات العسكرية البحرية فحلف الناتو لديه ألف ومائة وخمس وأربعون سفينة حربية بينما يملك الجيش الروسي ستمائة سفينة وثلاث سفن أما الأسطول الصيني فلديه سبعمائة وثلاثون وحدة بحرية عسكرية أي بمعدل ألف وثلاثمائة سفينة حربية للأسطولين الروسي والصيني ليتفوقان هذه المرة أيضا في حالة تحالف الجيشين على قدرات الناتو